الفرع رجعت النهاردة الساعة واحدة الحمد لله على السلامة وعادوا الأبطال مرة تانية وزي ما قلت لكم مسلماني قرر أنه النهاردة يكون راحة من بكرة إن شاء الله بإذن الله طبعاً دي لحظات الوصول ده دكتور أشرف صبحي طبعاً وزير الشاب وريادة كان في انتظار في استقبال البعثة واستقبلهم وهناهم ووجه تانيها الكابتن محمود الخطيب على الإنجاز اللي بيشرف الكرة البصرية وبيشرف الرياضة المصرية أي فريق أي فريق مصري وأي بطل مصري في أي لعبة مش بس في كرة القدم قادر يرفع اسم مصر برة هو بيمثل مصر بس وأعتقد أنه إحنا متفقين يعني متفقين عشان إحنا بنعلم ولادنا إحنا بنسيب الدرس اللي جاي بعدنا متفقين أنه أي حد بيمثل مصر وبيرفع على مصر هنا بننسى دايماً الألوان وكلنا في ظهره أرجوكم أعلموا ولادكم كده عشان أنا شايف على السوشيال ميديا حالة فتنة وحالة تعصب بيغزيها للأسف مجموعة من عديم المسؤولية ومجموعة من الجهلاء بشكل وكله بحثاً عن الترند وكله بحثاً عن الشهرة وكله بحثاً عن اللايكس وكله بحثاً عن الشيرز مش ممكن نكون بنسيب لولادنا اللي جايين من بعدنا كده أي فريق أنا كأهلاوي لو فيه فريق بيمثل مصر برة في بطولة خارجية بس ما بيكونش بيلعب في مواجهة الأهلي طبيعي جداً أنا شجع ووقف في ظهر ابن بلدي طبعاً وعالم بلدي طبعاً أولى من أي حد تاين فريق إن شاء الله هيتمرن بكرة ويتمرن بعده ويوم الأربع بإذن الله تبدأ رحلة تشامبيونس ديج الجديدة اللي بيتهيق لي ودي نقطة مهمة جداً أنا شايف إنه الجيل ده من لعبت النادي الأهلي قادر جداً 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 إن شاء الله ينفس على ميدالية جديدة لون جديد أنا مش هقول دهب هقول فضة لكن نوصل مبارنة أي وأعتقد إنه مع رؤية الإدارة ومع رؤية شركة الأهلي الكرة القدم الأهلي ممكن في النسخة اللي جاية من كاسة عام لأن ده يكون في حتة تانية خالص الأهم طبعاً نبتدي المشوار من أوله ونركز في خطوة بخطوة والبداية مع الهلال إن شاء الله الأهلي سفر الأربع يتمرن الخميس ويواجه الهلال يوم الجمعة إن شاء الله في انطلاقة مشواره في دولة الأبطال دور المجموعات طبعاً خلينا أطمينكم على الشناوي وتعوه لأنه طبعاً الاتنين بيمثلوا قوة ضربة الشناوي إن شاء الله بإذن الله هيعمل أشعة سونارة على العضلة الخلفية بكرة إن شاء الله وتتحدد على أساسها هو خط حقونتين بلازما لكن طبعاً الأشعة دي مهمة كداً عشان يتحدد على أساسها إمكانية إنه يكون موجود مع الفريق في السودان من عدمه وأنا الحقيقة شايف إنه يعني مع كامل التأدير طبعاً ما حدش يقدر يتكلم على على حب كجمهور وجه حب جماهير نادي الأهلي وثقاتها في الشناوي لكن أنا شايف إنه عدم المجسفة بالشناوي الشناوي محتاج يريح شوية بازل مجهود كبير على مدار سنتين ومع المنتخب ومع الأهلي فأنا أعتقد إنه يعني أتمنى إنه يكون الأفضل إنه يكون مشاركته ما بعد مواجهة الهلال والأمر نفسه ينطبق على بيرسيتاو اللي دكتور أحمد أبو عبل قال إن شاء الله إنه هيبتدي ينضم للتدريبات الجماعية للفريق بعد العودة إن شاء الله من السودان ومواجهة الهلال السودان اتحاد الكرة بيجهز خطاب عشان يوجهه للجهات الأمنية في إطار التحضير بقى والاستعداد لمواجهة السنغال المهمة جدا خلاص أربعين يوم تقريبا بيفصدنا عن مواجهة المواجهة الأولى إن شاء الله اللي هتكون في مصر هنا مع منتخب السنغال فبدأ الاتحاد المصري الكرة قادم أنه يخطب الجهات الأمنية عشان يتكلموا فيه فكرة الأعداد اللي هيسمح لها أعداد الجماهير يعني اللي هيسمح لها بحضور مباراة القاهرة وأتمنى أعتقد مباراة مهمة جدا لجمهور الكرة في مصر مش بس جمهور الكرة مباراة مهمة جدا لكل المصريين وخصوصا تقدير يعني في حالة تقدير للمجهود الكبير جدا اللي بزلته لعبتنا واللي الحقيقة يشكروا عليه ما كناش مستني منهم أكتر من كده في بطولة أمم أفريقيا الجديدة الحلم الأهم والأكبر لكل المصريين هو الوصول لكاس العالم والبداية تبتدي من هنا من مصر في مواجهة السنغال فأتمنى إن شاء الله أنه أبواب الأستاذ أين كان الملعب برج العرب القاهرة السويس في كلام على السويس مش فاهموا يعني مش تصور مباراة زي دي ممكن تتلاعب بره القاهرة أو برج العرب لكن أتمنى أنه أبواب الملعب دي تتفتح لجمهور مصر بالكامل ترجمة نانسي قنقر